السلام عليكم ورحمة الله اليوم إن شاء الله سنقدم لكم المسك اللي كنا تحدثنا عنه من قبل خاص بالحبوب وبالآثار الشمس اللي كتكون في البشرة واللي كيصفي البشرة بطريقة جيدة جدا ومعالي جدا للحبوب كيحيد آثار الالتهاب والتعفونات اللي كتكون نتيجة للحبوب إن شاء الله وفيها مقادير بسيطة فيها ماء الورد المقطر عسل الخروب عسل حر يعني عسل نحل وعندنا الغاسول الغاسول هو الطين الأسود المغربي الحر كان نفزقناه في الماء كما قلنا الغاسول خصو يكون فازق في الماء كان نشد الغاسول كان يكون صيب وكان نفزقه حتى كيو اللي عجينة كان ناخذ منه واحد لمقدار كان نديره في واحد الإناء اللي غادي نصوب فيه الماسك دينا مثلا ملعقة صغيرة يعني الكمية فقط كمية قليلة اللي غادي نحساجوها كنزيد عليها كمية صغيرة من عسل عسل نحل يعني ماشي بالضرورة عسل الخروب ممكن تستعملوا نوع آخر من العسل المهم يكون عسل نحل عسل حر وكنديروا رشات مقطر أي مقطر عندنا كان عندنا مقطر الورد جيد كان عندنا مقطر النعناع مقطر الظهر مقطر الخزامة مقطر البابونج أي نوع من المقطرات مقطر الظهر نخلطه جيد هذه العناصر كلها وقد تعطينا خليط متجانس ويكون على شكل كريمة هنتم لا تشاهدون القوام نخلطه جيد ومن بعد نضيفه من بعد نضيفه على البشرة نضيفه ونغسله ممكن نزيد المادة الورد وكتلع الريحة غزالة هو هذا حيث هو مقطر على الطريقة البلدية وكتلع الريحة غزالة ما شاء الله تحلو كتلع الريحة غزالة ونقص في هوا الوماسك يكون مجد وكتلع على الوجه المدة التي نشفها وكتلع الريحة ثم تغسل بالماء في الصورة يأتي الريحة غزالة خفيفة وكتلع قمت بتطبيق فقط على اليد كيف يكون الريحة على الوجه نتمنى ان هذا الماسك ينفعكم وانكم ان شاء الله تجربوه اي وحدة كتعليم التهاب ولا الحبوب ولا حب الشباب ولا شي حاجة وهذا خاص للأولاد والبنات في نفس الوقت نتمنى انه يفيدكم وتشاركوه مع الناس اللي كتعرفوا ان عندهم مشكلة للحب الشباب والتهابات ولا البشرة ما شي صافية تشاركوه معهم لانه مفيد جدا 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 والنتيجة ديره كتبان يعني في اول استعمال ونتمنى انكم تدروا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس باش ان شاء الله يوصلكم دائما وصفات مفيدة ان شاء الله ونافعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته